هجمات على القوات الأمريكية في العراق حدث تكرر مرات عديدة خلال الأشهر الماضية في إطار تصعيد ناجم عن صراع المصالح والنفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران صراع ترتفع وطيرته وتنخفض تبعا لطبيعة الظروف السياسية والأمنية ورغبة كل طرف بتحصيل مزيد من المكاسب على حساب الآخر آخر تلك الهجمات ما وقع من استهداف لمركز الدعم الدبلوماسي في بغداد بصاروخ لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في وقت أعلنت قاعدته عن الأسد غربي الأنبار حالة الإنذار القصوى بعد أن أسقطت طائرتين مسيرتين كانت تحاولان مهاجمة أهداف للتحالف الدولي الهجمان جاء بعد ساعات فقط من عقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن أسفرت عن الاتفاق على آليات وتوقيتات محددة تتضمن إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق بحسب ما صرحت به قيادة العمليات المشتركة وتظهر أحزاب وميليشيات تناغما غير مخفي مع الرغبة الإيرانية برحيل القوات الأمريكية في مسعى للانفراد أكثر بالساحة العراقية حيث تطالب تلك القوى بجدول زمني ثابت لخروج القوات الأمريكية وتبدي تذمرها من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية لذا تعمد إلى شن هذه الهجمات كورقة ضغط معهودة ورقة أشارت إليها صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا محذرة من تزايد خطر من أسمتهم عملاء إيران في العراق وبحسب الصحيفة فإن الميليشيات باتت تستخدم أسلحة أكثر تطورا بما فيها طائرات مسيرة استطاعت ضرب أهداف مهمة وتمكنت من الإفلات من الدفاعة الأمريكية وكان الجنرال كيث مكينزي قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي قد أكد أن قواته تسارع لإيجاد طرق لمواجهة تلك المسيرات بينما أعلن مصدران مطلعان أن البنتاجون يخطط للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل توجيه ضربات ضد الميليشيات في العراق لكن دون تهديد أي إطار زمني لهذه الضربات ما يجعل المجال مفتوحا أمام التصعيد والتصعيد المضاد في المستقبل المنظور على الأقل